سائل خير وأهلا وسهلا بكم يارب يكون الجميع دايما بقى الفصحة وخير تعالوا بها نشوف الخبر ده معنا الفنان أن السعودي ناصر القصبي يسير الغضب في السعودية هل يصخر من الهيئة؟ أصار الفنان السعودي ناصر القصبي مرة جديدة جدلا وسعا في المملكة العربية السعودية بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الرمضاني كوميدي الجديد مخرج سبعة والذي يتضمن الكثير من المشاهد المستفزة بحسب أراء المشاهدين ويتطرق العمل الجديد إلى قضايا شائكة نادر ما يتم التطرق إليها لأنها بصير حافظة فئات محافظة معينة في البلاد واستطاع مخرج سبعة أن يتصدر ترينج تويتر واسم القصبي الأكثر رواجا بين الموردين الذين انتقدوا ما جاء في الحلقة الأولى لافتين إلى أن ما يعرض حاليا ليس كوميديا إنما تهريج وسخرية ولا بترح أي فكرة هادفة كذلك تعرض للقصبي بسبب مشهد فسروا المشاهدين على أنه موجه ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معتبرين أنه كما كل عام يحاول توجيه الانتقادات للهيئة بطريقة غير مباشرة وباللعب على الكلمات وظهر النجم الخليجي في أحد المشاهد هو يصخر ويستهزأ من شيء الأمر الذي يفسره المتابعي أنه موجه بشكل غير مباشر للهيئة من خلال إشارات صخر فيها برجالها طبعاً حبابي الفنان الكويتي دوت عامل برنامج كوميدي هم معتبرينه يعني أنه كوميدي بس هو مش كوميدي ولا حاجة ده هو بيصخر بس من نهيئة أو فئة معينة اسمها الأمر بن معروف أنه على المنكر مش عارفة بصراحة بيصخر منها ليه أو إيه السبب أو إيه اللي فيه إيه يعني اللي بينه وبين الهيئة ديات بالذات يعني الله أعلم بس طبعاً هو أصار حفزة كتير قوي من السعوديين بسبب موضوع ده وطبعاً قاله أنه كده بيصخر يعني وبرنامجه ده بصراحة برنامج مش حلو خالص اسمه برنامج المخرج سبعة زي ما انت شفتو كده معنا وتابعونا إن شاء الله هتلاقيه عندنا كل الأخبار الجيدة والحسرية على عالم نوعات وطبعاً برضو قولولي في الكومنتات أنتم محتاجين أي نوع معين من الفيديوهات وأنا إن شاء الله هنزلولكو برضو على عالم نوعات وتنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشانه أسألكم أن يكون للأخبار الجديدة على طول الحسرية أول بأول وزي ما احنا شفنا الخبر ده كده معنا الفنان النصر القصب بصراحة مزودها جداً يعني وبرنامجه وبرنامج سخيف مش برنامج حلو يعني بحسب قراء مشاهدي